24 ضربة جوية قام بتنفيذها سلاح الجو الثلاثاء على قاعدة الوطية الجوية التي تبعد عن العاصمة مسافة 170 كم إلى جنوب الغربي تمكن خلالها من تدمير عربتي جراد وسيارة ذخيرة وآليات مسلحة وتمركزات لميليشيات حفتر اليرهابية في القاعدة بحسب ما صرح به الناطق باسم الجيش العقيد محمد جنونو ضربات كانت متزامنة مع هجوم وعمليات نوعية شنتها قوات حكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية في استمرار منها لمحاصرتها واستنزاف الميليشيات المتحصنة داخلها حيث أكد القائد الميدني في قوات الوفاق العقيد أكرم دوة أن العملية العسكرية لتحرير قاعدة الوطية ستستمر حتى تحريرها بالكامل من ميليشيات حفتر مضيفا في تصريح للأحرار أن قوات الوفاق نفذت يوم الثلاثة ما هو مطلوب منها حسب الخطة التي وضعتها غرفة العمليات ومؤكدا في الوقت ذاته أن سلاح الجو التابع لبركان الغضب مستمر في طرفاته الجوية للميليشيات المتمركزة وسط القاعدة كما تمكنت قوات الوفاق خلال هجومها من استهداف آمر الميليشيات المتمركزة داخل قاعدة الوطية أسامان سيك والذي نعته قيادته المتمثلة في قائد العدوان في بيان لها عملية بركان الغضب بدورها قالت أن الهجوم أسفر أيضا عن تدمير آليات مسلحة والسيطرة على أخرى إضافة إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات إذن هي حرب استنزاف كما يراها مراقبون تنفذها قوات عملية بركان الغضب على الميليشيات المتحصنة داخل الوطية وذلك من خلال عمليات نوعية تقوم بشنها عليها بين الفينة والأخرى إضافة إلى استمرار سلاح الجو في استهدافها إلى أن يتم إسقاطها وتحريرها من الميليشيات المتحصنة داخلها